اخري بالبيت اللي بنيناها سوا كمال انا قطيلك طلقني تفتكري لما هطلقك هيتجوزك هو ايوه ويعيشك بالسبعتاشر جنيه اللي بياخدهم كمال الامور اللي زيدي عايزة صراحة صايحا عايشها دلوقتي عايشها تحسبني عليها ستات كتير لكن انا مش راضي عن نفسي مش دي الحياة اللي كنت بحلم بيها ماتجوزتك بسعدة انك تضحي بالفيلة والعربية والمصروف اللي بتخديه كل شهر انا فكرت في كل حاجة من زمان ومصممة عالطلاء رايزة احتياني تطلب الطلاء انا مش لسه مصالحكم بصراحة الحياة معها بقت مستحيلة انا اتغيرت اواسع فان بيه فاهمتوا مع بعض شوفت ايه اللي مزعلها حاولت كتير مفيش فايدة فلغني اخيرا ان في واحد بيزن على ودانا عشان تطلب الطلاء والمسائل الشخصية دي تأثر على مركز الانسان تخليك عائلة سيب لي الموضوع ده والاخراني ده قبل الاكل ثلاث مرات دفتور احمد ست المدير عايز حضرتك صباح الخير اهلا بكتور احمد اهلا بيك فان مبسوط في القاهرة الحمد لله عظيم ده يا سيد انت عارف طبعا انها بنبعد بقسات كل سنة لأوروبا من بعض الدكات المتفوقين اسمك ضمن الاسماء المعروضة علي ايه رأيك والله يا فنم ده شرف عظيم مش عارف اقولي ستكي ما تقولش حاجة جاهز نفسك للسفر في اقرب وقت متشكر يا فنم في حاجة دكتور احمد لا بس اصلها كانت مفاجأة بالنسبالي وخصوصا اني لسه ما نقول من الفيون نعمل ايه بقى وصيتك غلي علينا سعفان بي زميلي من ابتدائي سعفان بي لسه كان بيكلمني من شوية عشان يطمن عليك ايوه الدكتور احمد فؤاد عايزي قبل حضرتك مين الدكتور احمد فؤاد خليه تحضر اهلا دكتور احمد فضل فضل اي خدمة حضرتك تعرفني يا سعفان بي لا ما سبق ليش الشرف محدش كلمك عني مش فاهم حضرتك وصيت علي وخليتهم ينقلوني مصر فعلا افتكرت دلوقتي اقدر اعرف اسم الشخص اللي طلب منك تعمل كده يهمك في ايه عشان على قل اقدر في يوم الايام اردله الجميل مش من حق يقولك مين لان الشخص اللي بتكلم عنه ده يمكن مش عاوز حد يعرف اسمه سعفان بي مفيش داعي نخد على بعض الشخص ده انا يعرفه احنا الاتنين هناء مش كده عشان تستجيب بسرعة لطلب زي داك اكيد هناء دي عزيزة عليك قوي انت عاوز توصل لي ايه بالزبط انا بلاغ من كلام كتير يا سعفان بي بنفرد لما طلبت منك تنقلني يا سعفان بي قالت لك اننا بنحب بعض والله انا ما بندخلش في عواطيفة الشخصية كل اللي عرفوا انها سيدي محترمة ومتجوزة وان في شخص بيحاول انها تتطلق وتسيب بيتها عشان كده عايز تبعدني عن سكتها وتصفرني بيعسها ايه اللي وسطك تعمل كده يا سعفان بي يا ابني انا اللي عايزك تختفي من حياتك هناء اتعود التعيش على مستوى معين انت مش هتقدر توفره لها نارضها بتحب بعض وهي مستعدة الضحي بكل الحاجات دي لكن الحب ده مش هيدوم الى الابد وده من المشاكل اللي هتواجهكم هتبتدي الخلافات هتبتدي هي تلومك على انك حرمته من العز اللي كانت فيه اسمح تسيب الهدوم الزوجة الخينة مالهاش الحق في اي حاجة مفاتيح العربية استعني عندك ولا حتى تشوفي الولد اللي تطلب الطلاق تضحك كل حاجة رحينوا باب طولك كمال بي موجود؟ ايوة فاني اتفضل على فين يا هاني؟ خلاص يا سعفان بيه ايه بقت حرة؟ كمال انا اتحرست بنفسي عن الموضوع واكتشفت ان احمد هو اللي كان بيعكزها معلوماتك طلعت غلط وحنقى مظلومة لا يا سعفان بيه انا مش مظلومة انا فعلا غلط وقدامي فرصة ان اصلح غلطتي وعيش حياتي الحياة اللي بتتمنها اي ست معا الانسان اللي بتحبه استني سبها يا سعفان بيه احمد خلاص يا احمد بقيت حرة بس زليني زليني قوي ومرضيش بديني الولد لكن انا من حقي ارفع قضية واخده في حضنتي ونعيش كلنا في بيت واحد ونخرج سوا قدام الناس من غير ما نتقابل في السر كأننا بنشتكب جريمة احنا دلوقتي ناخد شقة على قدنا وبمهيزك نرتب عشتنا احمد مالك ما بتقولش حاجة يعني افتكر ان حلمك ده مش هيتحق ليه معروض علي يا سافر باعس الاوروبا الف مبروكي حبيبي ولا تشيل هم حسافر معاك واشتغل هناك اي حاجة عرف مين اللي تكرم وزكاني عشان اسافر مين نفس الشخص اللي نهلني من الفايوم لمصر سعفا بيه المدير العام اللي كان بيروس معاك ليه تخدعيني طول المدة دي تخليني احبك وتقولينك بتحبيني وانتي على علاقة بشخص تاني ابدا يا حمد انا من يوم معرفتك كنت لك انت بس ما تحاوليش تكتب تاني انا قابلته بنفسي طلب مني ابعد عنك ليه من يوم يعرف علاقة بيجي انت اللي قلتيله ابدا ما بقتش فاهم حاجة كل اللي عملته اني وصيت عليك نالك من الفايوم عشان يبقى جانب بعض واللي عملته ده عشان بحبك الحب هو اللي يرفع من كرامة الانسان مش اللي يحط منها وانت ضيعتي كرامتي احمد انا كل اللي عملته ده عشان بحبك عمري ما قصدت اجراحك وقلل من كرامتك ارجوك تفهمني عايزان افهمي تاني كان لك علاقة بسعفا بيه ولا لا كان بيصرف عليك ولا لا ايوه بس ظروف هي اللي خلتني اعمل كده انت ظروف تاكسي احمد ما تتسبنيش انت كل املي في الحياة انا دلوقتي ماليش غيرك انت في الدنيا كان نفسي افجامك يا احمد انا بحبك وانا كمان بحبك لكن مش حقدر انسى اللي حصل حيفضل دايما بيننا